قررت توجيه دعوة لإيران للمشاركة إيران بحاجة للمشاركة كأحدى الدول المجاورة المهمة لم يمضي ساعات على توجيه الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون دعوة لإيران للمشاركة في مؤتمر جينيف 2 بشأن الأزمة السورية حتى عاد وسحبها متذرعا برفض طهران الموافقة على تأليف حكومة انتقالية في سوريا يوصل بانكيمون حث إيران على الانضمام إلى التوافق العالمي حول بيان جينيف ونظرا لاختيارها البقاء خارج هذا التفاهم الأساسي قرر بانكيمون أن يعقد الاجتماع في مونترو دون مشاركة طهران الولايات المتحدة التي ضغطت لسحب دعوة إيران سارعت إلى الترحيب بتراجع بانكيمون عن الدعوة ودعت المتحدث باسم الخارجية جيم باساكي جميع الأطراف إلى البدء بالانتقال السياسي الذي طال تأجيله الائتلاف السوري المعارض الذي لوح بالانسحاب في حال حضرت طهران المؤتمر رحى باب تراجع الأمم المتحدة عن الدعوة وأكد مشاركته في جينيف 2 المقارر الأربعاء المقبل غير أن أحد أبرز مكوناته وهو المجلس الوطني أعلن انسحابه من الائتلاف احتجاجا على قرار المشاركة وذلك من باب قراره عدم إجراء أي حوار مع الحكومة السورية إيران كانت قد رفضت على لسان منذوبها في الأمم المتحدة محمد خزاح المشاركة إذا اشترت عليها القبول باتفاق جينيف 1 فيما يتعلق بجينيف 2 جرت مكالمة بين أمين عام الأمم المتحدة بن كيمون ووزير خارجيتنا محمد جواد ضاريف أعلن خلالها ضاريف بوضوح عدم قبول إيران أي شرط مسبق لحضور المؤتمر وموقف الجمهورية الإسلامية لا يتغير روسيا سبق وشددت على ضرورة حضور إيران المؤتمر مؤكدة أنه لا مغزى للمؤتمر بدون طهران وقال وزير الخارجية سيرجي لفروف أن عدم ضمان حضور طهران سيكون خطأا لا يغتفر جزء التخزيتي للإسلامية لفروف أن الجمهورية لفروفاق اشتركوا في القناة